ينضم إلينا مراسل عربي من صنعاء خليل قاهري. خليل أهلا بك. إذن ضربات اعتبرت الأعنف في اليمن. ما هي المواقف الصادرة من اليمن حول هذه الضربات؟ أولاً ملاحظاً أن هذه الغارات وقعت في مناطق ومواقع تم استهدافها سادقاً في الغارات الأمريكية البريطانية. وتتم استهدافها سادقاً أيضاً خلال بحرب التحالف الذي قدرته السعودية. ومنها قاعدة البيل الجوية التي تعرضت من أربع غارات ومنطقة الحفا ومنطقة جنوب العاصمة أيضاً. بالإضافة إلى مناطق في محافظة البيضاء منطقة الرداع في محافظة البيضاء وفق البلاد. ومنطقة في محافظة البيضاء ومنطقة البرف ومنطقة التحزية. وأيضاً هذه المناطق السودية خلال الغارات الأمريكية البريطانية السادقاً قبل أيام بشكل تكرر أيضاً. ولكن جماعة أنصار الله تقول بأن الرد على هذه الهجمات في العادر كما صرحت خلال الغارات الأمريكية البريطانية السادقاً. يبقى غارباً وفي الوقت المناسب ويشمع استهدافة السفون السكن الأمريكية والبريطانية. بلاحظة أن عادة الغارات. غارة الليلة زاءت. ومنطقة حفظة البيضاء من المتحدثة العسكريين جماعة أنصار الله خير صريحة. أنه تم استهدافة إخد سكن الشخن العسكرية الأمريكية في خليج عدن. رغم أن المفادرة الأمريكية كانت قد تحدثت عن عدم حفظة السفينة. ولكن ملاحظة أن الغارات كانت أكثر على أعلنه المتحدث العسكرية خيرية. يعني جماعة تؤكد أن الماضية في موضوع منع السفون الأمريكية الإسرائيلية تحديداً. ومنتجها إلى إسرائيل من المرور في المياه الإقليمية واليمنية. ومنطقة حفظة مستوى المتطلماً في البحث الأمريكي. شكراً لك خليل القاهري مراسل العربي من صنعاء.